اشتركوا في القناة مصطفى الكاظمي هو يستقبل كما قال ظهر خبر والخبر معه مادة في المئة أن ظهرت على كثير من الشاشات الفضائيات وفي وكالات الأنباء تناولتها قول أنه الخبر والفيديو الذي ظهر معها أنه الكاظمي يستقبل عدد من جرحة تظاهرات تشرين من أهالي محافظة ذقار طيب ماذا قال الكاظمي لهؤلاء المصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي قال وحدثتم لقد خرجتم من أجل العراق وهنا السؤال الأكبر إذا كنت تعرف أنهم خرجوا لأجل العراق فماذا فعلتم أنتم كرئاسة وزراء أنت رئيس وزراء وحكومتك وكل هذه العملية السياسية لمن خرجوا من أجل العراق ماذا فعلكم؟ يعني قتلوا قتلوا أكثر من ألف شاب منهم في ساحات التظاهرات في بغداد والناصرية والنجف وكربلا والكوتو وميسان وكل المدن والبصرة قتلوا ولحد الآن من عام 2017 ونحن الآن في عام 2022 لم تقدموا قاتلا واحدا لم تقولوا هذا متهم بقتل المتظاهرين أبدا لحد الآن ويطالبكم يوميا بتقديم قتلة المتظاهرين لم تقدموا وانجرح أكثر من 30 ألف من المتظاهرين ولم تقدموا أحدا قاموا بذلك طرف ثالث ما أعرف منه ميليشيات مصيبة كبيرة والسؤال يعود من رؤية أخرى ماذا فعلتم أنتم للعراقيين ولهؤلاء الذين تظاهروا إذا كنت أنت تؤمن أنهم خرجوا من أجل العراق مثل ما تقول وانت مؤمن بكلامك على أساس يقول للأسف لا يوجد دعم سياسي للحكومة لحكومتها طبعا طيب هو من جاء بك أساسا ليش هم المتظاهرين جاءوا بك يعني هي ثورة تشتريين جاءت بك مصطفى الكاظمي هذه الكذبة تكذبها أنت وصدقها وتريد من الشعب يصدق بيها هو من جاء بك جاءوا بك هي الأعزاب التي قتلت وذبحت وهي نفس القوى العملية السياسية أرادت أن تتخلص من مأزقه مأزق العملية السياسية العملية السياسية كانت قد حصرت في الحائط حصرت في زاوية زاوية ميتة ورادون يتخلصوا منها فجاءوا بك لكي تنشروا الوعود وتتحدث بلغتك وكأنك أنت خارج من رحمة تظاهرات وأن المتظاهرين التي اختاروك وهذه الكذبة ومعك أبواق كثيرة ممن روجوا لهذه الكذبة ولا أنظرت حقيقتها بعد أكثر من سنتي من الحكم قال أن التاريكة ثقيلة ولا يوجد دعم سياسي للحكومة ولا تواجه تحديات كبيرة ولا نريد أن يقاد العراق إلى الفوضى لا تريدون أن يقاد العراق إلى الفوضى وهل العراق خارج الفوضى؟ يعني مثل الذي يقولون لا نريد أن نعود إلى المربع الأول لماذا لا يخرج من المربع الأول؟ إذا كان المربع الأول مثل ما يقصدون فيه طائفية في فكر طائفي ما زالت الأحزاب وما زالت القوى العملية السياسية تتصرف بفكر ورؤية طائفية إذا نحن في المربع الأول إذا كان هناك الفساد فالفساد متغول إذا كانت الميليشيات متغولة والعصابات فما زالت متغولة وما زالت تحكم الشارع إذا كان السلاح منفلت السلاح ما زالت منفلت إذا كان البلد بلا اقتصاد مفهوم هذا واقع الحال فوضى اقتصادية فوق فوضى سياسية فوضى اجتماعية فوضى في كل الاتجاهات إذن نحن في المربع الأول إذن هل نحن خارج الفوضى أم داخل الفوضى ما هي إحنا يعني يقادل العراق إلى الفوضى يريدون ما أنتم في الفوضى أنتم جئتم بالعراق هذا المسكين العراق مع الأسف الشديد هذا بلد الحضارات وهذا الشعب الرائع الجميل هذا اللي يصنع كل هذه الحضارات طوال هذه السنوات الشعب البديع المبدع الذي يصنع من كل شيء يصنع من لا شيء يصنع أشياء الشعب اللي قاوم كل الهجمات هذا الشعب الرائع الشعب الذي مليان طيبة وخير وسماحه حولت أرضه وحولت وطنه إلى مخبرة كبيرة دفنت بأحلامه ودفنت بأمنياته ودمرته للبلد ودمرته شعبه وقدته إلى الآخرين وجعلته مضية للآخرين هذا الحقيقة يعني عندما عندما هو لا يستطيع أن يحكم الميليشيات لا يستطيع أن حتى إذا مسك واحد من الميليشيات وبالجرب المشهود ويقبض عليه وهذه جرت هل يستطيع أن ينكره؟ والقول قبض عليه ودخله إلى السجن وإذا الميليشيات تهجم وتدخل منطقة الخضراء وتخرج هذا الرجل ويقفون في باب المنطقة الخضراء يدوسون بالبساطيل على صورك وأنت القادة العامة قواتي مسلحة ولا تستطيع أن تقول لهم شيء يستعرضون في شوارع بغداد على ننبي أسلحتهم ولا تستطيع أن تقول لهم شيء وأن تتحدث أنه يريدون أن يقودون إلى البلد الفوضى ما هو في فوضى إذن أنت يعني ما موجودة حكومة عين تتحدثون عن حكومة وأنتوا جزء من هذه الفوضى وجزء من البداية إذا كنت تعرف هذا فلماذا قبلت لماذا حاولت التزوير وحاولت أن تقول أنه أنت خرجت من رحم الثورة وأنه جاءت من أجل مطالب ماذا حققت للثوار والعراقي بعد أكثر من سنتين ماذا حققت ليقول لنا غير الكلام وغير الوعود واللي كلهم بارعين فيها من حيد العبادي مبارع بيها المالكي مبارع بيها عدل عبد المهدي مبارع بيها من اللي مبارع بيها كلهم بارعين بيها وكلهم يتكلمون بنفس اللغة وقال وأكد لكم أن حقوقكم لن تضيع والقانون يأخذ مجراه أي قانون هذا البلد في فوضى عشارة تتصارع فيما بينها عصابات تتصارع فيما بينها لا تستطيعون أن توقفوا هذا الصراع صراع بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومعرفشينه ويومية قتلة وذبها قانون وين القانون هذا الذي يحكم؟ يعني غريب هذا الكلام الحقيقة يحاولون أن يضحكوا على أنفسهم وبعدين قال هي يعني ربما جملة جملتين قال اللي أهم في هذا الحديث واللي هي مبكية فيه يعني هذا الكلام مبكي عقيقة قال لولاكم لما حصلت الكثير من التغييرات والتطورات قال يقول لنا شون اللي حصلت شون التغييرات والتطورات التي حصلت في العراق نظام السياسي في العراق ما زال مبنين على المحاصصة والخراب والدمار وما زالت أزمات ترمى على الشارع والشارع عليه أن يتحمل الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته الوضع الأمني في أسوأ حالاته الوضع الاجتماعي في أسوأ حالاته الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته خارطة الفقر التسعت خارطة البطالة التسعت الخراب والدمار والتغول للميليشيات والتغول للآخرين على العراق التسعت فما الذي حصله؟ هل جعلتم الشباب يعبرون عن رأيهم ويقودوا العراق وهم الأحق في قيادة العراق؟ لم تقبلوا جبتوا لكم شم واحد وقلتوا ذولة جوا من رحم ثورة تشرين ودخلتهم بالبرلمان مستقلين ومستقلين تضحكون على العالم وتضحكون على نفسهم بعدين قال أنتم خرجتم لحفظ النظام السياسي لاحظ التزوير ولاحظ الكذب قال أنتم خرجتم يتحدث عن ثوار تشرين يعني يعني لا أعرف كيف سكتوا شون قدروا يسكتون ذولة لجانب الذقار عندما قال هذه الكلمة وسكتوا يعني ربما سكتوا عن مظف يعني خوفا لأنهم في دار محاطة بالأسلحة فسكتوا خوفا على أنفسهم قال أنتم خرجتم لحفظ النظام السياسي أي نظام سياسي ما الشعب يا رجل الشعب كل مئات الآله ملايين العراقين خرجوا في كل الساحات وأولها الناصرية الطالبون بسقط النظام السياسي بسقط كل الأحزاب حقهم مقراتها نظام سياسي لحفظ النظام يا النظام السياسي ليحفظه هم يعانون من النظام السياسي هم يقولون مصيبتنا في النظام السياسي في هذه العملية السياسية هم لم يخرجوا للحفاظ على النظام السياسي بل لتغيير هذا النظام السياسي فأنت تكذب ماذا تكذب وهذا للدعاء وبالتالي هذه صورة ما يريدون للعراق من تضيير وتزوير والدعاءات فارغة وهذا شكل العملية السياسية هذا شكل طروحات هذا شكل مخرجاتها لأن مدخلاتها كلها كذب وفساد وخراب ودمار ولعب على المواطن وبالتالي يحاولون أن يكذبوا على المواطن والمواطن ما عاد يستحمل بعد عشرين سنة يجب أن يفهموا أن وعي المواطن قد تغير ورؤيته قد تغيرت الرؤية واضحة لديه يعرف من أنتم فبالتالي هذا الكلام ما عاد مجديا هذا ما يسمح به وقت هذه الحلقة أترككم بخير عزان مشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة